انقسم تاريخ بلاد العراق القديم او بلاد الوافدين الى خمس دول. ومن اهمهم. اليك القصة كاملة. الدولة السومرية. السومريون هو ام او الشعوب اللي تساكنت بلاد العراق القديم عام 400 قبل الميلاد. ارقام مدن مثل او ولا جيش وسومر. ولن تستمر كثير هذه الدولات بسبب الحروب وادى الى ضعفها وتفوقها. الدولة الاكادية. جاء الاكاديون من شبك الجزيرة العربية وستقروا الى وسط العراق القديم في ظل حكم السومريين. من اشهر ملوكها الملك سرجون الاول. استطاعت وحد بياد العراق القديم في مملكة متحدة عام 250 قبل الميلاد. واتخز اكاد عاصمة لها. بعد وفاة سرجون الاول تولى حكم دولة اكادي اربع حكم اكويا وبعدهما ضعفة الدولة النهارة. وكم تلاتة الدولة البابلية القديمة. استطاع سكان مدين بابل السيطرة على برك المدن واقامة دولتهم. ومن اشهر ملوكهم الملك الحموابي. ومن اهم اعماله. عاد اعمار مدين بابل. بنا معبد الاله مبدوخ. حفز الامن والاستقرام. مدى حدوده ودولته لغاية البحر مدواصلت. واصدر بعد قانين زي قانين حموابي. وبلغت متين واثنين وتمانين مدى. نقشت على حاجة بظلقة. ويعتقق قانين من الله الحكمة والعادل شمس. الدولة الاشربيه. هجر الاشربيين من شبه الجزائر العربية الا الاجزاء الشمالية من بلاد العراق القديم. العاصمة مدينة اشروم. ويوجد عاصم اخرى زي نيناوي. ومن اشهر ملوكها السجون الثاني. قالت معدر. تكوين جيش كري. تكوين امباطرية العظيمة والسيطرة على بابل. بعد وفات سجون الاول جاء ملك سان حبيب عمر مدينة نيناو اخير مدينة بابل. ولن تستمر سياسة الامباطرية الاشربيه بسبب سياسة الظلم والشدة والاستبداد على المدن. واهمالهم من صلات البلاد مما ادى سكوط الدولة الاشربيه. رقم خمسة اخر حاجة الدولة البابلية الحديثة. هم اخر الكلانديون او يعب الدولة الكلاندية. الكلانديون هم اخر القابائل التي حاجعت من شب الجزائر العربية قبل الاسلام. واستقام من انتكة الفواط والتخزم دي بابل عصمة الله. من اشهر ملوكها الملك نبهوز نصف الثاني الذي عرفها بالقوة الصلبة وكفاءاته العسكرية التسعة حدود لغاية البحر المتوسط والخليج العربي. سكوط الدولة البابلية الحديث تولى ملوك ضعفاء مما ادى احتلال فورس للعباء. عام خمسمائة تمانية وتتاتين واستولى سكندر المجدوني على بابل عام ثمائة وتتاتين قبل الامرات وبعد رفاعته حكم السلوكيون ثم الرومان. وعدت العرباء كموتا اخرى الا حكم الفورس عام متين اربعة عشرين ميلاديا حتى الفتح الاسلامي عام ستمائة اتنينو تلاتين ورخ العباء في احد غدين زهن.